بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب تلت سنوي دفعة التابلت عشرين وواحد وعشرين تكملة للباب التاني وهنخش النهاردة عطول في التحليل الكمي كنا احنا خدنا الحصة اللي فادت لو انت فاكر خدنا الجزء الاول في التحليل الكمي اللي هو المعايرة وتكلمنا في القانون وم اي في اي على ان اي تساوي ام بي في بي على ان بي وخدنا كل التفاصيل فيها وعرفنا شكل السحاحة وبنعمل معايرة والدلة والتكافؤ كل ده اتكلمنا فيه وخدنا مسائل واثنين المعاردة هناخد الجزء التاني بقى من التحليل الكمي اللي هو بتكلم في التحليل الوزني مش الحجمي الحجم ده بتاع المحاضرة اللي فادت نسمي بسم الله جهز ورقتك وجهز الأقل حزبة عشان اشتغل معايا حسن المعاردة كلها عبارة عن قانونين وفكرتين ومجموعة من المسائل بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الاولاني في التحليل بيكلمنا عن التحليل الوزني او الكتلي طبعا طريقته تعتمد على ان انا بافصل المادة اللي انا عايز اجيب كتلتها ننشتغل بطريقتين بطريقتين بطريقة انها طريقة التطاير والطريقة الترسيب واضح جدا من طريقة التطاير. ان احنا ن عندك ملح وفي مية. انت عايز تجيب كتلة الملح الواحدة. وعايز تجيب كتلة المية الواحدة. وعايز تجيب النسبة ما بين عدد ملات الملح وعدد ملات المية. فهتضطر تفسرهم عن بعض عن طريق بالتسخين. هنجي معايا كده عشان هديك مثال احنا نبدأ من تحت الفوق يعني هدي المثال وحله وبعدين اقول لك الدنيا ماشي ازاي. بص على المثال كده. اذا كانت عينة من كولوريد الباريوم. نقف لحد هنا. لان لازم تكون انت عارف رمزه كولوريد الباريوم. مش شرط اللي يجيبها لك. كولوريد الباريوم رمزه ايه? باي ايه سيئل تو. تابوليتو عشان البي ايه سيناقي والسيئل اوحالي. ده شغل تاني اعداد. لو مش عارف انت الرموز وطلع رمزه وتكافؤ. فانت في ازمة كبيرة. لازم تكون عندك المهارات الصغيرة دي. فقال لك اذا كانت كنت تعينة من كولوريد الباريوم المتهدرت. نقف عند كلمة متهدرت بقى. او ميقول لي متهدرت يعني في مية. فانا هامشي في السكة بتاعت منهج النهاردة او في السكة بتاعت حزب النهاردة لما لايك كلمة ايه? متهدرت. وقال لي رمزه باي ايه سيئل تو دوت اكس اكس عدد المولاد. عادة اللي يطلبها. بتاعت المية. يبقى العينة كلها ايه? اتنين فاصل ستة تسعة جرام. دي كتف العينة اللي فيها الملح بتاع كولوريد الباريوم والمية. تمام? وبعدين سخنها تسخينا شديدا عشان نطلع منها المية. ونوزنها مرة تانية. فبعد ما وزن اكتشفت ان بقت كتلتها كام? اتنين فاصل اتنين تسعة. لو انت لاحظت الفرق ما بين الكتلتين قلت الكتلة. يبقى الفرق بينهم كتلة الايه? المية. عايز عدد مولاد جزيئات ماء التبلر والصيغة الجزائية والنسبة. عايز حاجة تتير او. خطوة خطوة. اول خطوة بقول انا عايز عدد مولاد جزيئات ماء التبلر. يعني دي كام? ولازم يديني القيام المولية او الكتلة المولية او الجزائية لكل رمز فوق او لكل عنصر فوق. تعالى نمسك بقى الح الفكرة بتاعت المسألة ديت او خطوات حال مسألة. ان انا اجيب كتلة المية لوحدة. واجيب كتلة الملح الوحدة. طب هو فين كتلة الملح? الكتلة الصغيرة. اللي هي كان بقى اتنين فاصل اتنين تسعة. ده كتلة الملح. طب كتلة المية اطرح لاتنين من بعض. الكتلتين الكتلة الكبيرة. نقس الكتلة الايه? الصغيرة. لما ترحوا من بعد طلعت انت كده كتلة المية. يبقى كتلة المية لما ترحته من بعد طلعتها قدامك اللي هي 0.39. اصبح عندي كتلة للمية. واصبح عندي ما ليه المصدر با عندي الكتلة للمال SAR أجيب الكتلة الملية للملح والمية أisyناك ما تقوش ايجادي الكتلة الملية والجزائية للملح السابقة الملح مصدر بالقضاء مجددا فيش جنبي حاجة زي ما انا بشيقول لك بالسهم كده خلصنا لدي ايه نقول زائد زائد السي اللي بكام دور عليها ايه خمسة بتاتين ونص ليضرب طاعة في اتنين عشان كلمة تو فانا كده تعلمت ازاي بكتلة الجزائية وتلعت في النهاية امتين وتمانية جراب دي كده كتلة ايه الجزائية بقى عند كتلة المية وكتلة الملح وكتلة الجزائية المين للملح واجيب الكتلة الجزائية للمية اللي هي عدش بواحد في اتنين باتنين والقوب 16 تطلع دائما 18 سمت اعمل ايه في طريق تن با طريقة الجدول ان انا اقسم كتلة الملح على كتلة الملح كتلة الملح عدد الملح spellet talk of what they did at n 1amaic star teuinsAR عادة ايه الملات وبعدين اقسم عالصبير هتدييني النسبة على طول دي طريقة وفي طريقة تانين انا كاتب هذا ان انا جيب عدمن الملات على طول دربت ايه بقى اسمت كتلة الملح عليه كتلة الملح من chuy比較 على ايه على التمنتاشر ايه كتلة الملحلة وأسمت كتلة الملحلة الملح على كتلة الملاب اما تقسمه عن طريق عملية المص هيطلع على طول عدد الملاب بتاعت المياه تتلع على طول اثنين ترح انت مسك بقى كاتب الصيدة باكل 2.2H2O تتعلم بالك الاثنين اسمها عدد الملاب ممكن تكتب له اثنين لوحدة هو طالب فوق ايه؟ قالك عايز عادة ملاب لو عايز الصغر الجزائي قادة الصغر الجزائي باكل 2.2H2O طيب ده التاني المطلوب التالت يوجد النسبة المقوية ففوحون له قليل كتلة المقوية المجموعة وهو طلب هنا cause النسبة المقوية المين للمية لو شرواept قلت الماء الناتج لطرح الاتنين دول في مية طبعا عشان هطلع على النسبة مقوية على كتلة الاجمالية للعين اللي هي الكتلة الكبيرة قبل مطرح في مية ايطلع عن النسبة زي ما انت شايف اربعة عشر فاصل سبعة وتسعين اذا انا كده جبت ايه بقى النسبة المقوية للمية طب ممكن يغير في السؤال اه عادي جدا يقول لك هات النسبة المقوية للملح طب بدل ما هتحط كوتة المية هتروح طالع فوق كده وتحط كوتة الملح ليه اتنين فاصل اتنين تسع ونفس الكلام هو هو طب ممكن تلاقي تالتا انك تطرح اربعتاشر فاتسعين من مية لان هي مية في المية فهيطلع لك نسبة الملح لاحظ ان في النظام الجديد مش لازم يجب لك المسألة وانت تحلها انت هتحلها برا فالاخر تطلع ناتج الناتج اللي هو ايه هتطلعناه اتنين مسأل فقولك عادي مولا اتنين ولا واحد ولا تلاتة انت طور في المسألة بحيث انها تناسب النظام الجديد فانت طلعت ناتج هتبنوا الناتج ده هو اختيار من ضمن الاختيارات وهتختاره طلعت النسبة اربعتاشر فازل سبعة وتسعين اعتبر ان هو اجاب لك اربع رقم وهتختار اربع كمان طيب بعد ما اخدنا السؤال دوت وحالينا عليه ينفع ناخد كمان سؤال لتثبيت المعلومة تعاني اخد كمان سؤال لنفس الفكرة بص معايا كده اكتب الصيغة الكيميائية لبلورات كولوريد الحديد هنا بقى ما اجاب لكش رمز كولوريد الحديد لان المعتمد ان ساعدتك عارف رمز الحديد ايه اف ايه تعجبت الاول والكلور سي ال طيب سلاسي يبقى ايه في ايه سي ال سريد قداني السيغة الاولية الدهولة كتلة فارغة اهيت وكتلة وبقى كولوريد الحديد المتحدة اهيت ايه ده يعني انا كده عرفت ان كتلة المادة بعد التسخيم كانت عشرة وقبل التسخيم كانت تسعة اطرح اتنين من بعض اجب كتلة المياه فابص بقى خطوات الحل واش معايا خطوة هجيب كتلة المياه اول حاجة اطرح الكبير نقاش الصغير طرحت الكبير نقاش الصغير طلعت كتلة المياه وبعدين هجيب الكتلة الايه الجافة اللي الكتلة الجافة برضو الكبير دوت نقاش صغير اجيبت الكتلة الجافة انا كده اجيبت كتلة المياه وكتلة الملح الجافة خلاص كده بعدين عندي هنا سوف أجب النسبة المقاوية ل الكتلة الممع ملح juga مع الملح وأقسم كتلة على كتلة وقطع يقه عالي الملح أو أن اقول ها 54 يابقا يبقى خدة 1962 بتاع الكتلة الجزائية للملح يبقى هادرة فكتلة الميا فكتلة الملح على هنا شبط الكسر كتلة إيه بقى كتلة الملح في كتلة الملح الميا يبقى كتلة الميا فكتلة الملح recollectة الملح على كتلة الملح فكتلة الملح والميا هيطلع في نهاية ستة مول وهكذا ستة مول عدد الملات اختار يجبك أربعة خمسة ستة واختار طب لو طلب من الصغر جزائي للموضوع كله احسن اكس اللي desperate نوضع ما كانها ثلاثة هيبقى ناتج ايه بقى ف اي س اي لس ري لانه قالك كولوريد حديد ثلاثي دوت نقطة ثلاثة اتش تو او فانا كده جبت الصغيرة الجزائية يبقى انا اول حاجة في الفيديو بتاع اليوم او في محاضرة اليوم اتعلم ازاي اشتغل بطريقة التطير اللي هي بطريقة ان انا يبقى عندي ملح متهدرت ملح في مية فاعمل ايه هزخنه في ايه اللي كتلته بقى عندي كتلة قبل التسخين وكتلة بعد التسخين عندين اترحل من بعد اجبتكتل المية و بعد ما جبتكتكل المية بعدي الكتلة الصغيرة للملح بعد التسخين وكتلة المية هجب الكتلة الملوية للملح و أجب الكتلة الملوية للمية وأقسمهم على بعض طلعت عدد الملات اقسمو على الصغير يديني على طول عدد الملات المتطوبة في الصغير الجزائية كده اخدنا اول سكة واول طريق د Prototo خد المسألة دي بقى وعمل لها سكرينشوت وحاول تحلها في البيت وان شاء الله عايشوف الكومنت بتاعك على الفيديو ولما حلتها طلعت النات الجامع مسألة هقراها وعسيبها دقيقة كده عشان تكون انت لقبتها عند تسخين اتنين فاصل تمانية وستين جرام من كربونات السوديوم لازم ساعدتك تعرف رمز كربونات السوديوم لو انا كاتبه لكم ساعدة او كتبتوش تعرف ان رمز كربونات السوديوم المتهدرة يبقى انا همشي في سكة الجدول اللي هي ملح ومية كتلة وكتلة ملية ملية نقسي نطلع عدد ملات حل نقسي مع الصغرية طلعنا عدد ملات المية ادك مية وستة يبقى هنا قبل التسخين اتنين وبعد التسخين واحد فاصل زير وستة تطرح اتنين من بعد طلعت المية وكمل اوجد الصيغة الجزائية للملح مسألة سهلة لا مباشرة بس مجرد تدريب لك على الفكرة بتاعت النهاردة يتنقل كده وناخد الطريقة التانية وهي طريقة الترصيب الطريقة الترصيب ده تعتمد عليه تعتمد ان عند المادتين هيتفعلوا مع بعض طب وبعد المادتين ما يتفعلوا مع بعض هيطلع عليه ناتج احد الناماتج ده ايه راسب رحمسك انا الراصب حطه على النار حوحط الكتلته طب ما هنراسب دوت في هنطلع عن طريق ترشيح فيش شوية مياه ما انا هصفي انطلع ورقة ايه ترشيح بعد ما صفي عن طريق ورقة ترشيح ايفضل عند ورقة الايه الترشيح هعمل فيها لأ هنا بقى بنستخدم حاجة اسمها ورقة الترشيح عديمة الرماط اللي هي ايه اول ما سخن ملهاش كله عشان كده بيسموها ورقة الترشيح عديمة الرماط اللي تك حلو او في الامتحد بتيجه هو نوع من الترشيح يحترق احتراقا كامل اختر الاجابة الصحيحة نوع من انواع وراك الترشيح يحترق احتراقا كامل اللي هي وراك الترشيح دي متل وطبعا ما بيطرقش وراء رماض عشان الهدف ايه او للتفسير حتى لا يؤثر على كتلة الراسل طيب نيرا كده الطريق الترصيب دي الطريقة تعتمد على ترسيب العنصر اننا ترصيبه يعني لا يزوب في الماء او المركب يبقى بالتالي هو شهيحي الزوبان في الماء ومركب سابت تعالي اعرف الخطوات دي بدل ما نعرف الخطوات نظري تعالي اعرفها عملي من خلال مسألة نقص على المسألة مع بعض سيب الحلك انك مش شايفه وخليك في المسألة وضيفة محرور كابريتات سوديو اه رمز كابريتات السوديو ان ايه تو اس او او فور ليه تو دي عشان الكابريتات الصنائية بانا كده جبت رمز كابريتات السوديو ادي اول حالة الى محلول كلوريدي البريوم اه رمز كلوريدي البريوم بي اس الي تو هحكم اتنين على بعض واكون معادلة يبقى بي اس الي تو زائد. ونعمل عملية تبادل مزدورة. بص معي على السحر. هناخد البي ايه مع الان مع الاس اوفور. اهو. وما ترجعش بيتك فضي اخد الان ايه مع السيل. بدك اني سيل. تمام? تمام. فنازل تتعلم تكتب معادلة. وتم فصل الراسط بالترشيح والتكفيف راجد ان كلتة ايه بقى? الراسط. الراسط كنته كام اتنين جرام. اللي هو مين بقى? كابريتات البريو. هو طلب ايه بقى? كوريدي البريو. فين كوريدي البريو معه? هنا في المسائل ديت بيديني كتلة ويطلب كتلة تانية. بيديني حاجة ويطلب حاجة. اداني هنا ايه? اداني كابريتات البريو. في المعادلة اوزنها. ده الوزن اهم حاجة. في المعادلة ليه الوزن اهم حاجة? لانك هتطلع عائد الولايات اللي قدام دي. ان احنا ممكن نستحتاجها ونستعملها ونحن بنجيب الكتلة المولية. طب يا مستر انا كده خلاص جبت الكتلة اللي عندك مدالك المسألة 2 جرام احطها كتلة كوريل بري مطلوبة احطها زي ما هي اكس وبعدين اجيب الكتلة المولية المعلوم والمجهول ده الكتلة المولية طبعا انا كتبتلك على طول لاني مش عقف اقولك البي ايه ب137 يبقى 137 زي الاس ب32 اهي زي الاوب كام 16 ف4 بالقال الحسب هتطلحها 233 خش الناحة الثانية وهتلك كتلة المولية الان ايه توس وفور لان فكرك الان ايه كام فوقها 23 في اثنين زي الاس الاس انو 30 زي الو 16 في اربعة للقال الحسب هتطلح بتين وتمانية ده للواحد مول لو في رقم قدام بقى وانا باوزن المعادلة لازم تترابه فيه اش كي اقولك لازم توزن المعادلة طب يا مستر انا وزنت المعادلة والدنيا فيش ارقام خلاص كتر خيرك بقى عندك كتلة مولية كتلة مولية وكتلة بالجرام هنا للراسب عايز كتلة كولوريد البري نعمل معص طبعا انا هنكتبلك كامل انت مع النهاية الهدف من التكملة دي ان خلاص تحولت مسألة الرياضة اعمل معص وطلع المجهول وخد مني الفكرة دي وانا بعمل معص عشان ما تهش انا طالب كتلة كولوريد الايه البري اللي معها المجهول في المقام يعني ايه يعني كتلة كولوريد البري وصادها ايه 233 دي تحطها في المقام وفي البسط قط 222 يعني اقوله كده انا اقولك شافوي تكتبوا ورايا كتلة كولوريد البري وبتساوي شرط الكسر 28 ضرب اتنين جرام وتحت في المقام 233 هيطلع كتلة كولوريد البري هل ممكن يطلب منا ايه حاجة تانية من حقه يقولك احسب كتلة كولوريد السودي مش انا عندي اتنين جرام انا الناحة تانية واشتغل وهضرب في اتنين هنا لما اجيب الكتلة المولية يقولك احسب كتلة كبريتات السودي اللي يقوله يقوله انا في انها عندي مع معطى ويجيب اي مجهول فيهم واعمل عملية مقص ناخد كمان فكرة مسألة تانية ناخد المسألة التانية بص المسألة التانية بيقوله اضيفة ملح كبريتات السوديم دي نفس المسألة بس انا حاول تغير فيها عشان تبص عليها المسألة فكرتها واحدة خد الفكرة دي بقى وضيفة اتنين جرام من كولوريد السوديم تعالى اتنين جرام يعني ايه بكتلة من مين كولوريد السوديم اني سيل غير نك بالمية وضيفة له وفرة يعني زيادة من نطرات الفضة رمز نطرات الفضة شوفت رمز والتكافر والمعدة والزايع من عاد المولاد كل ده هو ده الشغل هو ده الطالب اللي عايزي يتفوق باش في حاجات صغيرة واقعة منها ما طرات الفضة رمزها ان ايه ان اوسري فطرست بكزة من كولوريد الفضة يبقى عندي كولوريد الفضة اكتب الرقم ده ركز معي بقى كده نكتب المعادل المطلوب كتلة كولوريد السوديم ده اول مطلوب ونسبة الكولور في كولوريد السوديم ونسبة الكولور في العينة نبص كده على الحل انا كتبت المعادل ناسل زياد ايه جي انو اسري المعادل يقول ليه بقى كولوريد سوديم مع نطرات ايه فضة ادي انا نطرات سوديم مع كولوريد فضة هو هنا مديني بقى مديني ان كتلة كولوريد السوديم لنتجة اربعة فضل تمانية وده واحد يقول وده هتمقول لو عملت معاص هتعرف تطلع الكتلة بتاعت كولوريد السوديم المعاصر عادي خالص بيه طلعت كولوريد السوديم بس انا حيلها لك هو هنا طالب ايه ده طالب حاجة غير كولوريد السوديم ده طالب كمان كتلة الكولور جوه كولوريد السوديم ايه ده يبقى انا هجيب كولوريد الفضة واحده واحط فيه كم كولور لو هنا اتنين اعطي هنا اتنين وبالتالي انا عندي كولوريد الفضة طلحته ما هو كولوريد الفضة كمت هو مية تلاتة واربعين معطر حط مية تلاتة واربعين وصاده كتلة الكولور اللي انا ما عرفهاش واعمل ايه ماصر وانا طلعت كمان كتلة الكولور طب لو عايز نسبة الكولور قلتلك انا من شوية لما بطلب منك اي نسبة كتلة ايه المطلوب على كتلة اجمالية ضرب مية حيث ان اتنين اتنين احضار ميجون فحطا فكتلة الكولور في اتنين اصلا حيث ان اتنين اتنين اعطي كتلة الكولور اللي هي المطلوبة فحطها فوق الكتلة كولور 1.44 على الكتلة الإجمالية اللي جاء لك في المعطيات اللي هي اثنين ضرب مية. طيب لو حايز نسبة pul consumerip نا ضرب ما. قد بالتولي جاله على كتلة Kolouriud Studium ضرب مية. الذي يعني انه يقول انا كده عندي فكرة وماشي بطريقة واحدة ايها ايه هية الطريقة اللي ماشي بيا بها ان انا لو طلب مني النسبة بقول كتلة المطلوب على كتلة إجمالية ضرب مية. لو طلب مني كتلة حاجة بالطريقة الترسيب هروح انا احطط الكتلة المعلومة وتقطع الأCl hand جهولة كتلة مولية كتلة مولية وعمل ماس لو في عندك عدد مولات بعد الوزن انا ازله جمد الكتلة المولية وانا قبل ما اعمل المقص كده طالب اي حاجة في المعدد اقدر اطلح طلب نسبة اقدر اطلح ناخد المثال التاني ده كده ناخد المثال التاني نوضح الفكرة اكدر احسب حجم كلين السجن ايه ده اطلب الحجم اه فاكرت كوانين حجم اه الحجم ده كان ديجي من سكتين يما تقول لي عد المولاد بيساوي الحجم على 22.4 يما تقول لي عد المولاد بيساوي الحجم في التركيز هو هنا ادك ايه التركيز فهو انت هماشيك في سكة التركيز مش بمزاجك تمشي فهو بيوزديك في اتجاه لدي تمشي معه حجمه تركيز يبقى انا فيه عندي القانون نازم استخدمه اسمه عد المولاد فوق بتحت الحجم فيه التركيز انا عشان اجيب الحجم محتاج عد المولاد ومحتاج التركيز التركيز عندك ثلاثة انا هدور على عدد المولاد تاعت مين كلوريد السوديو نطالب حجم كلوريد السوديو نكمل مسألة تفاعل بقاهم 5.1 جرام من نطرات الفضة بتكوين كلوريد الفضة اكتب المعادل نطرات الفضة كلوريد السوديو كوين لكلوريد الفضة واجيس ايه الخمسة فاصيل واحد جرام دي ايين اطراف فضة بتحت اطراف فضة اقول له 5.1 انا انا عايز كلوريد السوديو عندك كلوريد السوديو اقول h اهو تمام اجيب تلتة المولادة ومانطر كشتل Leo طرية الناس طريقة العادية بقا خلاص قدرت م掃تGA من الماس دا ايه كتلة كلوريد السوديو يعيني با عندك كلة كلوريد السوديو وعندي اللي لدي الحجم إلى الليل الكشتر والسر من ثلاثة وعشرين واسي ثل sun 35 ونصر بعدك كلوريد السوديو والجرام كوتل المولاد. لو اسمتم على بعد تطلع ايه? عادل المولاد. اصبع عندي عادل المولاد. وعندك التركيز. تقسم عادل المولاد على التركيز طلعت الحاجة. كمان مرة كده. عشان نشوف بس تتكدين. انا اول خطوة عملتها كتبت المعادلة. ووزنتها. واكتشفت انها موزنة. تاني خطوة. جبت المعطى وقصد المجهول. اهو. ادي المعطى. ادي المجهول. المعطى كان خمسة تفاصل واحد. المجهول كان سي. ده بليه اخترت دوت الاني اي سي ال? عشان هو طالب حجم اني اي سي ال. فهيشتغل اجيب كتلة اني اي سي ال. وبعدين كتلة الملية للمعطى وبكتلة الملية للمجهول. بتعمل ماس. طلعت ايه بقى? كتلة المجهول اللي هو كتلة كوريد السوديو. وانا بعمل الماس. بركز معايا. عشان اللي قصد المجهول تحطه فيه المجهول. اصبحت كتلة كوريد السوديو كان واحد والسابعة جوة. هو طالب الكتلة لا. يطالب الحجم. الحجم ازاي? الحجم بيساوي. عدد المولات على التركيز. طب عدد ما تلاقيك كتلة المادة على كتلة الملية. جبناها مهمة على التركيز التلاتة يطلع الحجم. ولازم يكون الحجم الليتر لان القانون اصلا بتعاد مولات. فهو انه بيبديك استخدم الحجم بالليتر. بتاقلي كده انا اخدت الفكرة التانية. بقى عندي فكرتين في درس النهاردة. ازاي اشتغل في التحية الوزني? اما عن طريق. ها? جميل او. عن طريق الترصيب او عن طريق التطاير. التطاير مادة معادرتها والجدول والدنيا دي كلها. عن طريق الترصيب معطى ومجهول كتلة مولية كتلة مولية مص. ممكن يجوز هو يقولك هاتي الكتلة ومن الكتلة هاتي الحجم كل ده ينفع. مش اي مشكلة في. خد المسألة الاخيرة ديت كده. في نفس الفكرة اللي حنستب نتكلم فيها. عند اضافة خمسين ملي من حمد الكابريتيك. الى محلول كروريت باريو. بتكتب المعدة. حمد الكابريتيك رامزو ايه? اتش تو اس او فور. كروريت باريو رامزو ايه? بي اس اي ال تو. بتعمل معادة زي ما انا عامل هالك كده. هذه المعدة قدامك. فيديك اتنين اتش اي ال. بي اس اي ال. ترصب كزا جرام من كابريتات الباريو. فين كابريتات الباريو? ايه. ترصب صفر وفاصل اتنين واحد ست. حلو. تقدر ايه ترصب. ايه المطلوب عايز كتلة حمد الكابريتيك? او. عندي حمد الكابريتيك واحط اكس او سي. اجيب الكتلة المالية المعطى وكتلة المالية المطلوب واعمل معاص. طلعت كتلة الحمد تسعة. صفر فاصل صفر تمانية تسعة جرام. هو قال لك كتلة الحمد بقى ولا كتلة الحمد في اللتر. كتلة الحمد في اللتر. فبناءا عليه عشان اجيب كتلة الحمد ده الكتلة العادية في العينة. انا عايزها في اللتر. عشان نجيب كتلة الحمد في اللتر. بضرب التركيز بتاع الحمد. كما بديولك فوق اهو. في الحجم باللتر. في كتلة المول. وبناءا عليه لما اضربهم في بعض. تلاقي التركيز عندك. الحجم باللتر. ساعدتك لو واحد في اللتر يعني في واحد لتر. في كتلة المول اللي انت يطلع الناتج وبعد كده عرفت ازاي يجيب كتلة الحمد طبعا ده تجويد من عندنا ازاي يجيب كتلة الحمد في اللتر المفروض انه يوقفك عند كلمة كتلة اعتقد كده اللي انا شرحت دوتي وانا وضحت كويس قوي الفرق ما بين طريقة الطير فرق ما بين طريقة التنصيب خدنا مثال واثنين وتلاتة هنا وخدنا مثال واثنين وتلاتة هنا بنهاية الفيديو دوة بقى انا كده قفلت الباب التاني تماما الحمد لله جزء الباب التاني مقسوم لجزءين جزء خاص بالمعادلات والالوان والرواصب وجزء طالب تاني اللي هو التحليل الكمي في ارقام وفي الاحزبة في استخدام ان شاء الله الحصة الجاية هعملك براجعة كاملة على الباب التاني من خلال احداث و اجدد الافكار اللي جات في 2021 وحاول اجمعلك اكبر قدر من الافكار الجد شكرا لكم اعزائي الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم